جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا الرسالة وصلت إلى برنامج من المستمع محمد عبد الله أحمد بن فعد من السودان يقول أرضي التوجيه شاكرا ومقدرا لذلك بعض الإعجاب بالنفس أو باللوم أو بالمال أو ما أشبه ذلك إلاحظوا أن بعض الناس يقعوا في هذا دون إحساس جزاكم الله خيرا الإعجاب لا يجوز لا بالنفس ولا بالمال ولا بالعمل فالواجب التواضع والواجب أن الإنسان لا يستكفر عملا مهما يعمل ومهما بلا فإنه أولا لا يدري هل هو مقلوم عند الله أو غير مقلوم ولا يدري هل عمل هو هذا صحيح ينطبق على مراد الله سبحانه وتعالى وعلى شرع احتباع رسوله أو فيه خلل المصال لا يمكن نفسه ولكن عليه أن يحرص على العمل الصالح والمتابع على الرسول صلى الله عليه وسلم ما الخوف من نقصال العمل أو عدم طوله قال الله سبحانه وتعالى في وصف المقربين من عباده والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أهم الذين يذنون ويسرقون قال لا يبنك الصديق لكنهم الذين يأتون بأعمال صالحة ويخافون أن لا تقبل منهم فقلنا هذا على أن الإعجاب بالأعمال لا يجوز وكذلك الإعجاب بالنسب أو الإعجاب باللول أنا صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى فالنسان لا يفتخر بلونه أو بنسبه أو يفتخر بله وجاهه ويعجب بذلك فالعليه أن يشعر أنه فقير من الله سبحانه وتعالى وأنه مهما أوتي من المال ومهما أوتي من القوة فإنها عوضة للزرال وعوضة لأن تسلب منه سريعا فيصبح فقيرا وعيفا فعلى نيسان أن نرى الترف وما هو عليه من مال وشرف ومكانة وجاه وغير ذلك وإن الله سبحانه وتعالى نهى عن الكنحي بالأموال والأولاد يا أولا الذين آمنوا لا تلكنا جالكم ولا أولادكم عندك لله من يحب ذلك فأولئك هم خاسروا نعم